الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح الثالث من يونيو لدينا تطورات هامة فيما يتعلق بالميدان إضافة لبعض المواضيع المتعلقة بالسماح باستهداف عمق الأراضي الروسية وبعض النقاط الروسية تابعوا الفيديو حتى النهاية كي لا تفوت أي معلومة ورجاء لا تنسوا الانضمام إلى القناة ومساعدتي على مشاركة الفيديو طبعا في اتجاه جبهة كوبيانسك استطاعت الوحدات الروسية استعادة المنطقة التي خسرتها في وقت سابق تقدمت إلى هذه المنطقة باللون الزهري كما تشاهدون هذه المنطقة كبيرة كما ترون طبعا تمتد على مسافة 3.67 كم وبعض تقريب 920 مترا القوات الروسية تحاول التقدم انتراك من هذه المنطقة باتجاه بيترو بافليفكا تحاول زيادة الضغط على القوات الأوكرانية هنا إضافة لمحاولة توجه من الجهة الشرقية والجهة الغربية والجهة الشمالية باتجاه سينكيفكا لربما لمحاولة لعدد تفعيل هذا المحور وعيد تذكيركم أحبائي لمن لا يعلم منطقة أو جبهة كوبيانسك تقع ضمن مقاطعة خاركيف وبالتالي القوات الروسية أصلا موجودة ضمن مقاطعة خاركيف في هذا الاتجاه ومع عملياتها العسكرية الأخيرة في انتراكها من الحدود استطاعت السيطرة على هذه المنطقة وهنا يأتي الخوف على خاركيف بالنسبة للقوات الأوكرانية وبالنسبة لدول الناتو التي تدعم أوكرانيا التي سمحت بعد هذا الإنجاز الروسي والتقدم باتجاه خاركيف باستخدام بعض أسلحتها أو أسلحتها كلها لضرب القوات الروسية في الداخل الروسي الأمر اللافت الآخر الذي يثير الضجة طبعا قبل ذلك دعوني أخبركم أمرا هاما أن القوات الشيشانية أرسلت قوات خاصة إلى منطقة بلغورات ستساعد في القتال سابقا كان هناك أيضا قوات خاصة لأخمات تقاتل في هذه المنطقة في أورتسيفي تحديدا في هذا الاتجاه تم إرسال المزيد إلى هذه المنطقة تأتي هذه التعزيزات على خلفية أن القوات الأوكرانية سحبت الكثير من تشكيلاتها العسكرية من مختلف المناطق ومن احتياطاتها وتم إرسالها إلى جبهة خاركيف وبالتالي أصبح عديد القوات الأوكرانية في هذه المنطقة يشكل خطرا بالنسبة للقوات الروسية التي تكون في الموقع المدافع وليس المهاجم وبالتالي يتم إرسال التعزيزات محادات خاصة طبعا ذات خبرة في مسعى لأي سيناريو قد يتطور الأمور لربما قد تهاجم أوكرانيا فطبعا مع هذا الحجد الكبير للكوات الأوكرانية ومع السماح باستهداف الأراضي الروسية وتحديدا السماح باستهداف المطارات للكوات الروسية في بلغوراد وكيرس وعمق المنطقة هنا قد نشهد هجوما أوكرانيا لربما كل الخيارات مفتوحة لا يوجد سيناريو واحد فقط في هذه الحرب وبالتالي بدأت التساؤلات في البرلمان الألماني لماذا يتم السماح باستهداف عمق الأراضي الروسية والأراضي الروسية وطبعا استخدام الباتريوت لإسقاط الطائرات الروسية التي قدمتها ألمانيا وبالتالي قالوا للمستشار لقد سابقا لقد رفضت ذلك لماذا اليوم تسمح ولا تبرر ما يحصل ولا تقول كلمة وبالتالي هل هي أوامر أتت هل هي قول اتفاق سري بين دول الناتو اللي دعم هذا التقصف للأراضي الروسية طبعا إسبانيا وإيطاليا رفضتها ذلك وبالتالي ننتظر ما الذي سيحصل حتى ذلك الحين تستمر الاشتباكات تحاول وحدات الأوكرانية استعادة المزيد من المناطق التي خسرتها ولكن استطاعت القوات الروسية صادت كفة الهجمات لقد رأيتم بالأمس على قناة التليجرام فيديوهات الاشتباك المباشر داخل مبنى الواحد بين القوات الروسية وقوات الأوكرانية في فوفشانسك ضربات كثيفة للقوات الروسية تواصل في اتجاه كفة المناطق تحديدا في الخطوط الأمامية خطوط الاشتباك وفي المناطق المختلفة الأخرى حيث تحاول القوات الروسية لربما تدمير نقاط الدفاع الكوات الأوكرانية الأمر الإضافي لآخر أعيد تذكيركم أنه في وقت من صابر حاولت الوحدات الروسية قدر الإمكان استهداف أنظمة الحرب الإلكترونية للكوات الأوكرانية تدمير أنظمة الدفاع الجوي لتسهيل عمل طائراتها الحربية وبالتالي تواصل القوات الروسية ذلك كما أشارت لكم أيضا بالأمس كان هناك إرسالي تعزيزات باتجاه تعزيزات أوكرانية باتجاه منطقة صومي الحدودية إضافة إلى ذلك فيما يتعلق بباقي الجواهات هناك معارك مستمرة في كامل محور زفاتوفو في هذه المنطقة انطلاقا من بيرستوفي وصولا إلى نوفو جوريفكا وصولا إلى منطقة نوفوفوديان المحور يشهد اشتباكات قوية بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية هناك مسعى روسي للضغط على القوات الأوكرانية انطلاقا من الحدود هنا في اتجاه خاركيف وعلى كامل هذا المحور هنا وأيضا في اتجاه بخموت والمنطقة هنا وبالتالي القوات الروسية تفعل كافة المحاور لتشريط القوات الأوكرانية والاستفادة من الانسحاب أو من سحب القوات بعضها من محاور مختلفة باتجاه خاركيف وبالتالي كما أشارت لكم بالأمس وهنا أتمنى على حضرتكم أحبائي نحن وصلنا إلى أكثر من 27 ألف شخص في القراءات فقط نصف المشتركين يشاهدون وأقل من ذلك وبالتالي أتمنى على الجميع مساعدتي في مشاركة الفيديوهات التي أقدمها لتنتشر الفيديوهات على أكبر قدر ممكن القوات الروسية كما قلت لكم بالأمس وصلت إلى موت أقدم الثاني عند القراءات المائية وبالتالي هي بات بإمكانها الآن الضغط باتجاهين في المنطقة هنا هنا تتحرك عبر الغابات ولكن المفارك أنه في اتجاه كالينينا يوجد مباشرة منازل سكنية وبالتالي ننتظر ما الذي سيحصل القوات الروسية أيضا لديها عدة خيارات كما أشارنا هي الضغط باتجاه الضحية الشركية لشيزي فيار وتطويقها والضغط عليها انتراك عدة اتجاهات وأيضا الضغط على هذه المنطقة والالتفاف على هيروريفكا والضغط عليها لذلك المعركة كبيرة ليست بسهلة قد يضع القاطع خطط معينة ولكن قد يضطر الأمر أو ظروف قد تدفع لتغيير هذه الخطط والتكيف مع الواقع إضافة إلى ذلك تحاول قوات الأوكرياني الصمود قدر الإمكان في جنوبي إيفانيفيسكي بعد التقدمين بالأمس للقوات الروسية في إيفانيفيسكي صباحا ومساءا تحاول قوات الأوكريانية الصمود في هذا الاتجاه ومنع القوات الروسية من السيطرة على المزيد من المناطق كذلك تتواصل الاشتباكات بشكل كبير في اتجاه المنطقة الواقع بين كالينوفي ونوفو أليكساندريفكا على كامل هذه المنطقة تحاول قوات الروسية التقدم في هذه الاتجاهات زيادة الضغط وتحاول زيادة طبعا مساحة السيطرة في اتجاه نوفو أليكساندريفكا كما حصل بالأمس سيطرت على هذه المنطقة إضافة لكل ذلك تستمر الموجات بشكل عنيف وبشكل كبير في اتجاه نوفو بوكروفيسك وسوكيل والمنطقة هنا إذن القوات الروسية ماضية في عملياتها العسكرية القوات الأوكريين تحاول قدر الإمكان انتصاص الهجمات الروسية وطبعا تأخير تقدم القوات الروسية في هذه الاتجاهات أيضا هناك أمر لافت أحبائي في اتجاه كراسنوريفكا المعارك قائمة المعارك ليست بالسهلة إطلاقا ولكن بما أنهم يقاطنون داخل المبنى الواحد فالمعارك ليست محسومة على الإطلاق وبالتالي هي معركة صعبة معركة ليست بالسهلة إطلاقا لاحظوا وضككوا جيدا هذه هي كراسنوريفكا وأكثر من ذلك طبعا المنطقة السكنية القوات إضافة إلى هذه المنطقة القوات الروسية تسيطر على هذا منطقة تقريبا نحو 40% 50% وليس أكثر من ذلك إضافة إلى هذا الجهة فلنقض نصفها تقريبا أو أكثر وبالتالي لا تسيطر على غالبيتها والقوات الأوكريين تستشرس في القطار في هذه المنطقة للحفاظ عليها فهي المدينة الوحيدة المتبقية في محيط مدينة دنياتسك إضافة إلى قرية نيفلسكوي في هذه المنطقة القرية الصغيرة وبالتالي القوات الأوكرانية لا تريد الخسارة المعنوية في هذا الاتجاه وتحاول حفاظ عليها بقدر الإمكان أما فيما يتعلق بالاتجاه غاربي سوروتكي تستمر المواجهات عند هذه المنطقة الرمادية ولكن لا تغييرات في خريطة السيطرة أما فيما يتعلق بالاتجاه محور زاب بوروجي فالعماية العسكرية قائمة انطلاقا من هذه المنطقة مقابل يابول وصائل أميرني وصائل فيربوفي وروبوتيني وصائل استيريانكا وبالتالي معركة قائمة على طول هذا الخط بين الوحدات الروسية والوحدات الأوكرانية أيضا في السياسة أحبائي زينيسكي كان يريد زيارة السعودية ولكن قيل أنه تم إلغاء هذه الزيارة إضافة لذلك رفضت الصين المشاركة في مؤتمر السلام قاد أنه بدون مشاركة روسيا لا يعني ذلك شيئا وبالتالي هناك محاولات مستمرة أيضا لطولد الصين في موضوع الصراع في أوكرانيا هذا أمر نهام دوما اتهامها بأنها مشاركة في هذا الصراع وتساعد القوات الروسية بالإمدادات العسكرية طبعا لا وجود لفيرق صيني قد يكونك متطوعون من الصين بشكل فردي ولكن ليس هناك مشاركة رسمية للصين بالحرب الأوكرانية إضافة إلى ذلك طبعا تابعوا بقية محتوى القناة حول التطورات في أوروبا وأسيا رجاء ولا تنسوا دوما مشاركة القناة على أوسع نطاق كي يتمكن أصدقائكم من الانضمام إلينا شكرا لكم أحبائي وإلى اللقاء بفيديو آخر